اسم الدرس مهارة العنكبوت الجزء الثاني اشتد عجب حسام وأخته أروى مما سمعاه فأقبل على العنكبوت الذكية منصطين إلى حديثها العذب وقد استأنفت قائلة أنصت يا حسام ألا تعرف أنني قد أسديت إليك صنيعاً لا ينسى ألا تعلم أنني أنقذتك من لسعة زنبار شرس كان يهم بإيذائك في الأسبوع الماضي فقالت لها أروى متعجبة أي زنبار تعني أيتها العنكبوت الكريمة فردت العنكبوت مزهوة منذ مدة لاحظت زنباراً خبيثاً يطن طنيناً مزعجاً رأيته يقترب من حسام ويهم بلسعه وصبرت عليه حتى اقترب من شباكي ووقع في حبائلي أسيراً وظفرت به وكان لي أشهى طعام أكلته في ذلك اليوم فصفق حسام وأروى لما سمع حديث العنكبوت وأعجب ببراعتها وحذقها ثم قال لها بصوت واحد أنت أزديتي لنا صنيعاً نذكره لك أبداً دهر وسنتخذك صديقة منذ اليوم فماذا أنت قائلة ردت العنكبوت مزهوة ما أسعدني بصداقتكما أولاً أكتشف وأفهم أولاً أتأمل الصورة المصاحبة للنص ثم أحدد الشخصيات الواردة به الإجابة تتمثل الشخصيات في حسام وأخته أروى والشخصية الحيوانية العنكبوت ثانياً أقرأ النص ثم أرتب الأحداث الآتية حسب تعاقبها في الزمن أكلت العنكبوت الزنبار اقترب الزنبار من شباك العنكبوت اقترب الزنبار من حسام وهمّ بلسعه وقع الزنبار في حبائل العنكبوت أسيراً الإجابة الأحداث حسب تعاقبها زمنياً اقترب الزنبار من حسام وهمّ بنسعه اقترب الزنبار من شباك العنكبوت وقع الزنبار في حبائل العنكبوت أسيراً أكلت العنكبوت الزنبار ثالثاً هل يغير حسام موقفه من العنكبوت؟ أعلّل إجابتي الإجابة نعم من المؤكد أن حساماً سيغير موقفه من العنكبوت وذلك بعد سماعه لما قامت به لحمايته واتخاذه قراراً صادقتها رابعاً أعيد كتابة ما يأتي معوّضاً ما تحته سطر بما يفيد المعنى نفسه لمحت زنباراً أنت أسديت لنا صنيعاً نذكره لكي الإجابة أبصرت زنباراً أنت أسديت لنا صنيعاً لا ننساه ثانياً أعمق فهمي خامساً قدمت العنكبوت خدمة لحسام ما هي؟ أذكر الفقرة الدالة على ذلك الإجابة تمثلت الخدمة التي أسدتها العنكبوت لحسام في كونها أنقذته من لسعة زنبار شرس وقد تجسد ذلك في الفقرة الأولى القرينة اشتد عجب حسام وأخته أروى مما سمعاه فأقبل على العنكبوت الذكية منصطين إلى حديثها العذب وقد استأنفت قائلة أنصت يا حسام ألا تعلم أنني أنقذتك من لسعة زنبار شرس كان يهم بإيذائك في الأسبوع الماضي؟ سادساً أستخرج من النص ما يدل على شدة عجب حسام مما قالت العنكبوت الإجابة الإجابة القرينة اشتد عجب حسام وأخته أروى مما سمعاه فأقبل على العنكبوت الذكية منصطين إلى حديثها العذب سابعاً العنكبوت فخورة بنفسها أبحث في النص عما يدل على ذلك الإجابة القرينة وقد استأنفت قائلة أنصت يا حسام ألا تعرف أنني قد أسديت إليك صنيعاً لا ينسى؟ ألا تعلم أنني أنقذتك من لسعة زنبار شرس كان يهم بإيذائك في الأسبوع الماضي؟ سامناً طلب الطفلان من العنكبوت أن يصبح صديقين لها فهل رضيت العنكبوت بذلك؟ أستخرج من النص ما يدعم إجابتي الإجابة نعم رضيت العنكبوت بطلب الطفلين القرينة ردت العنكبوت مزهوة ما أسعدني بصداقتكما تاسعاً أعين مما يأتي المفردات التي وصفت بها العنكبوت الزنبار بارع شرس حاذق مزعج خبيث الإجابة الأوصاف التي نعت بها الزنبار من قبل العنكبوت هي شرس مزعج خبيث عاشراً أرتب الأحداث الآتية حسب تعاقبها في الزمان الزنبار يهم بلسع حسام العنكبوت تنقذ حساماً حسام يهم بتحطيم بيت العنكبوت حسام يجعل العنكبوت صديقة له الإجابة الأحداث حسب تعاقبها زمنياً الزنبار يهم بلسع حسام حسام يهم بتحطيم بيت العنكبوت العنكبوت تنقذ حساماً حسام يجعل العنكبوت صديقة له ثالثاً أبدي رأيي إحدى عشر ما رأيك في موقف أروى وحسام من العنكبوت في آخر النص؟ لو كنت مكانهما، ماذا كنت تفعل؟ الإجابة موقف حسن ولو كنت مكانهما، لاتخذت من جميع الحيوانات صديقة ترجمة نانسي قنقر